ذهب إلى الجنة أو النار كيف نشعر أن هذا الرجل دخل الجنة وذلك الرجل دخل النار وإذا كان ذلك موجودا هل شعر أو رأى أحد من قبل أن شخصا دخل الجنة أو النار فبذلك سيقول للآخرين أجل لقد ذهب للجنة لأنه ارتكب الذنوب ودخل النار لأنه ارتكب آسف أكسو دخل الجنة لأنه قام بأعمال صالحة أو دخل الجنة سأل الأخ سؤالا هل هناك أي تعلامات تظهر بعد موت الشخص لنعرف إذا كان دخل الجنة أو النار نحن لا نعرف في طبيعي لأننا لسنا الحكم نحن لا نعرف خبايا الإنسان وتفاصيل حياته هل تعرف ما يضر في رأس الشخص هل تعرف ما أفكر فيه في قلبي لذلك السبب لا نستطيع أن نكون الحكم أفضل شخص هو الشخص الذي سيحكم يوم القيامة وهو الله تعالى خالقنا لكن سؤالي هو إذا كان الحساب يحدث في تلك اللحظة لذلك الشخص فهذا يعني أنه قد مات ورحل فهذا الوقت هو وقت حسابه فهل نستطيع أن نرى شيئا لا أعرف ماذا أقول أي تغيرة جسادية العينين أو اليدين أو أي شيء آخر نستطيع أن نراه خصوصا أخي إذا حضر شخص للامتحان فلنفترض وجود مئة طالب وأنت واحد منهم حسنا والآن عندما تبقى معهم طول السنة الدراسية ستعرف أن هذا الطالب ذكي وذلك الطالب متوسط وذلك الطالب ضعيف فكونك طالبا من بين المئة طالب فإنك تستطيع أن تفترض أن هذا الطالب سيكون الأول على فصله صحيح؟ هذا الطالب سيكون الثاني على الفصل وأذاك الطالب سيرصب صحيح؟ هل تستطيع فعل ذلك أم لا؟ أجل يمكن أن تقوم بالافتراض لأنك عشر تزملائك لمدة عام ويدخل الامتحان وينجح ثم انتظر انتظر هل تستطيع أن تفترض؟ لا أبدا هل يمكن أن تفترض أن هذا الطالب سيكون الأول على الفصل لأنه دائما يجيب بطريقة جيدة؟ لا هذا ليس ممكن أنا لا أسألك عن الحكم أنا أسألك عن الافتراض هل يمكنك افتراض شيء أم لا؟ نعم يمكنني أن أفترض لماذا؟ لأن هذا الطالب دائما يجيب على الأسئلة بمجرد ما يسأل المدرس سؤال فإن ذلك الطالب يجيب ففي الأغلب سيكون الأول على فصله فيمكن افتراض ذلك صحيح؟ وتلميذ آخر متوسط وتلميذ آخر لا يجيب أبدا سيرصب ذلك افتراض هو يجيب على الامتحان وأنت تفترض أنه سيكون الأول لكن المدرس لم يصحح الامتحان بعد فبدون تصحيح المدرس فإنه ليس الأول على فصله ليس كذلك؟ يمكنك الافتراض ذلك الشخص سوف يكون الأول فبعد أن يموت الشخص فإنه مثل الشخص الذي سلم ورقة الامتحان ولكن لا يمكن أن تقول بالتأكيد أنه الأول طالما أن النتائج لم تخرج بعد يمكنك الافتراض فقط فإذا سألتك كم عدد الدرجات التي حصل عليها هل تستطيع الإجابة؟ يمكنك الافتراض أنه سيكون الأول ولكن هل تستطيع أن تعرف عدد الدرجات؟ لا لكن يمكنك أن تقول أنه سيكون الأول وربما يحصل على 90, 92, 95% لأن النتائج لم تخرج بعد وبالمثل فعندما يموت الإنسان يمكنك أن تنظر لأعماله وتفترض أن هذا شخص جيد ولم يكن يصرق وكان يؤمن بإله واحد ولم يشرك بالله فإن شاء الله سيدخل الجنة أما ذلك الشخص فإنه كان يصرق ويغش ولم يكن يؤمن بالله وكان يعبد الأصنام فسيدخل النار ولكن النتيجة المؤكدة سنعرفها يوم القيامة عندما تخرج النتائج يقول القرآن الكريم أن الله تعالى هو الحكم يوم القيامة وكل البشر الذين ماتوا سيتم إحياءهم من جديد يوم القيامة من أول بشري وهو آدم عليه السلام وحتى آخر بشري كلهم سيبعثون من جديد ثم سيبدأ الحكم فما تفترضه قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ فإنه عندما يموت الشخص يمكنك الإفتراض إن شاء الله سيدخل الجنة إن شاء الله ذلك الشخص كان يقوم بالشرك وكان يصرق ويغش سيدخل النار يمكنك الإفتراض لكن بالمثل إذا أراد الله أن يغفر لشخص ما فإنه لا يغفر الشرك أبدا يقول الله تعالى في سورة النساء الصورة الرابعة الآية الثامنة والأربعين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا أشرقت بالله وإذا عبدت الأصنام فلن يغفر الله لك أبدا فأنا كشخص أستطيع أن أقول أن هذا الشخص سيدخل النار مئة في المئة إذا كان يقوم بالشرك إذا مات وهو مشرك ولا يؤمن بإله واحد فقط فيمكنني أن أقول بالتأكيد أنه سيدخل النار أما باقي البشر إذا قاموا بذنب ما فإن الله تعالى سيغفر لهم ذنوبهم إن أراد ذلك ولكننا لا نعرف الآن سنعرف يوم القيامة أمل أني أجبت على سؤالك شكرا